بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة التربية الفنية لأصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنبدأ بشرح موضوع جديد من دروس الفصل الدراسي الثالث وهو التنقيط بالألوان التنقيط بالألوان كما عودناكم في البداية لابد أن نذكر أداب الدراسة عن بعد التي يجب أن نتبعها أثناء الحصة وهي تعتبر مثل القوانين في البداية أجلس بشكل صحيح على الكرسي حيث نلاحظ أن الصورة التي باللون الأخضر هي الجلسة الصحيحة التي يجب أن تتبعها أما الصورة التي باللون الأحمر هي جلسة خاطئة يجب أن تتجنب الجلوس بهذه الطريقة لأنها تؤذي آمودك الفقري لذلك يجب أن تتجنب الجلوس بهذه الطريقة أيضا أستمع لتعليمات المعلمة عندما تبدأ المعلمة بالشرح أكون مركز معها حتى أعرف ما هو مطلوب مني وأدي الأمل بطريقة صحيحة ولا أنشغل بأشياء أخرى أيضا أتبع التعليمات بالتسلسل المقصود بالتسلسل اللي هو الترتيبة والتدرج عندما تبدأ المعلمة بشرح الخطوة الأولى أبدأ بتنفيذها وعندما أنتهي أمتظر حتى تنتقل المعلمة للخطوة الثانية وتبدأ بشرحها ثم أبدأ بالتنفيذ بعد انتهاء المعلمة أيضا أطلب من الولي أمري متابعة نشاطي وطلب المساعدة عند الحاجة خاصة في بعض الأنشطة الفنية هناك بعض الخطوات الصعبة التي تتطلب تدخل ولي الأمر ومساعدتك في بعض الخطوات لذلك لا بد أن يكون ولي الأمر بجانبك سواء كانت الأم أو الأب أو الأخت أو الأخ أهم شيء أحد كبير يكون بجانبك لتقديم المساعدة في الأخير عندما ننتهي لا بد أن نحافظ على نظافة المكان عندما أنتهي أقوم بتنظيف الطاولة أعيد الأدوات إلى مكانها الصحيح أتخلص من بعض الأدوات المستهلكة التي لم أعد بحاجة لها وأرميها في سلة المهملات حتى يصبح المكان لظيف كما كان هذا بالنسبة لأداب الدراسة أو القوانين التي يجب أن نتبعها أثناء الحصة نأتي درس اليوم اليوم عندنا راح نتألم التنقيط بالألوان باستخدام أعواد القطن إذن عندنا الهدف العام أن ينفذ الطالب والطالبة التنقيط بالألوان داخل حدود الصورة ثم عندنا الأهداف القصيرة أن يفرق الطالب بين شكل النقطة والدائرة أيضا يعدد الطالب أنواع الألوان خشبية، مائية، زيتية، فلومستر الهدف الثلاثة أن يذكر الطالب والطالبة أنواع الألوان المائية سائلة وجافة الهدف رقم أربعة والأخير أن ينفذ الطالب والطالبة نشاط التنقيط بالألوان المائية باستخدام أعواد القطل طيب لو تلاحظون هنا عندي الفرق بين النقطة والدائرة هنا تظهر لي النقطة بشكل صغير جدا هذا نسميها نقطة أما الدائرة تكون بحجم أكبر وتدور حول نفسها إذن وتعتبر طبعا من الأشكال الهندسية باسم الدائرة أيضا تعرفنا في دروس في الفصل الدراسي الأول والثاني على أنواع الألوان وتعرفنا أن هناك ألوان مختلفة ومسميات مختلفة تشتمل على ألوان أيضا كثيرة منها أولا ألوان ماذا نسميه هذه الألوان إذا تذكرون أحسنتم ألوان فلوماستر ألوان فلوماستر أيضا رقم اثنان نوع هذه الألوان ماذا يسمى؟ ممتاز ألوان خشبية ألوان خشبية رقم ثلاثة تسمى هذه الألوان ممتاز ألوان مائية ألوان مائية رقم أربعة تسمى هذه الألوان ألوان زيتية إذن عندنا ألوان فلوماستر، ألوان خشبية، ألوان مائية، ألوان زيتية وقمنا باستخدامها في دروس سابقة سواء في الفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الثاني وسنستخدمها أيضا في الفصل الدراسي الثالث لأنها من الأدوات المهمة في مادة التربية الفنية باختلاف أنواعها طيب، أيضا تعرفنا على أن هناك نوعين من أنواع الألوان المائية قلنا أن هناك نوعين يسمى أول نوع رقم واحد بالألوان المائية ماذا؟ ها؟ نجد تذكر أحسنتم الجافة لأنها مثل البودرة، لذلك تسمى بألوان مائية جافة النوع الثاني أيضا ألوان مائية لكن يختلف عن الألوان المائية الجافة ماذا يسمى؟ أحسنتم سائلة ألوان مائية سائلة إذن عندي نوعين من الألوان جافة مثل البودرة وسائلة وكلها تسمى ألوان مائية طيب، برأيكم ما هي الأدوات اللي رح نحتاجها اليوم في الرسم أو التنقيط بالألوان؟ لنشاهد الآن على الشاشة الأدوات اللي رح أحتاج لها هي صحن بلاستيك ألوان مائية وأعواد قطن وكأس ماء وصور مختلفة بإمكاني أستخدمها في التنقيط أولا أضع الورقة على الطاولة اللي رح أستخدمها للتنقيط ثم أبلل عود القطن بالماء بعدها أستخرج اللون الذي أرغب من علبة الألوان أي لون أحمر، أصفر، أخضر، أزرق، أي لون تحب وتفضل بعدها أضع كمية قليلة من اللون على الصحن البلاستيك لابد أن أحرص على وضع الكمية المناسبة حتى لا تنتهي علبة الألوان لدي من سوء الاستخدام لذلك ضروري أن أضع الكمية التي أحتاجها فقط بعدها نخلط اللون باستخدام أعواد الأذن حتى يصبح اللون لزج وسائل ثم أبدأ بالتنقيط حول الصورة باستخدام أعواد القطن نأتي الآن للتطبيق العملي اخترت صورة من الصور هي صورة وردة لو تشاهدون الآن عندي صورة وردة سأستخدمها للتنقيط باستخدام الألوان المائية السائلة اخترت من الألوان المائية السائلة لونين اللي هو اللون الأخضر والأصفر سأضع كمية مناسبة تكفيني فقط لنشاط التنقيط لو تلاحظون بحضة فقط كمية بسيطة حتى أحافظ على ألواني بعدها أحذر أعواد القطن وعلبة الماء لأبلل أعواد القطن بالماء سأبدأ أولا باللون الأخضر أضع القليل من الماء على أعواد القطن وأبدأ بالتحريك حتى يصبح لزج وسائل ثم أيضا أبدأ باللون الثاني اللون الأصفر وأبدأ بتحريكه حتى يصبح لزج وسائل في البداية عندي لو تلاحظون الورقة المرسوم عليها وردة سأقوم بالتنقيط على أوراق الوردة باستخدام اللون الأخضر من الألوان المائية إذن سأستخدم اللون الأخضر مثل أوراق الشجر لذلك سأستخدم الألوان الواقعية بعملية التنقيط لاحظوا مجرد أضع رأس أعواد القطن على الدائرة هذه وأرفع بسرعة حتى تظهر لي نقطة صغيرة أبدأ بالتنقيط كما حسيت كمية اللون بدأت تخف أزيد اللون هذا ما نسميه بعملية التنقيط أيضا ساق الوردة سأستخدم له اللون الأخضر في نفس العملية عملية التنقيط الآن انتهيت من اللون الأخضر سأبدأ باستخدام اللون الأصفر لتلوين أوراق الوردة سأستخدم اللون الأصفر من الألوان المائية السائلة وأبدأ بالتنقيط داخل أوراق الوردة أضع مثل النقاط الصغيرة وكلما حسيت اللون بدأ يخف أرجع أضع اللون مرة أخرى على أعواد القطن بإمكانك تختار كما قلت سابقا أي لون تحب وتفضل لسه شرطا تستخدم نفس الألوان اللي استخدمتها المعلمة قاربنا على الانتهاء بوضع التنقيط على أوراق الوردة بهذا الشكل أكون أنهيت عملية تنقيط الوردة باستخدام الألوان المائية السائلة واستخدمنا اللون الأصفر واللون الأخضر لكن الآن جاء دورك عزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة في المنزل من خلال استخدام الألوان المائية السائلة والتنقيط على صور مختلفة ليس شرطا تستخدم نفس الصور الوردة بإمكانك تستخدم أي صور محببة للطالب والطالبة ممكن تستخدم صورة سيارة صورة لعبة صورة شخصية كرتونية يفضلها الطالب أو الطالبة وتبدأ بعملية التنقيط بالألوان المائية والمهم جدا هو عملية تقديم المساعدة التي يحتاجها الطالب وسؤال الطالب عن اسم هذا اللون حتى يتعرف على الألوان وأسمائها والنوع الألوان التي يستخدمها بأنها ألوان مائية سائلة أيضا مهم جدا تقديم التغذية الراجعة بأن تقوم بأداء العمل أماب الطالب حتى يعرف ما هو مطلوب منه ويؤدي العمل بطريقة صحيحة أيضا مهم جدا اللي هي عملية التغذية الراجعة وتقديم عبارات التحفيز والثناء للطالب حتى يشعر بالثقة والنجاح كانت معكم المعلمة أمل التمامي بإذن الله رأكم في الحصة القادمة مع السلامة